تحدى اي حدا يحط على اليوتيوب السلام عليكم والنبدأ بسم الله ما شاء الله معبر ابن الشام حبايب قلبي اليوم موضوعنا كتير مهم وبتمنى ان الجميع الكل يتابع الفيديو بحزافيره وخطوة بخطوة تمام حبايبي وبتمنى منكم اخواني على الحب النبي الكل حت لايك ليش لانه هذا الفيديو ممكن يصل لعالم ما بتعرف الفكرة هاي وبحاجة للفكرة هاي وتكونوا انتو سبيل الوصول لهاي لاشخاص او لهاي لخير كفاعله فحبايب قلبي اليوم موضوعنا بيحكي عن التخلص من الفاش انا حكيت بفيديو سابق عن التخلص من الفاش بطريقة طبيعية اللي هي الحلبة او خل التفاح هلا كل الطرق مزبوطة وجميع الافكار اللي بنطرح على اليوتيوب كمان مزبوطة بحترم جميع الافكار وبحترم جميع المربيين وكل الطرق على عيني وعلى راسي بس هاي الطريقة اخواني مغايرة مليون بالمية واتحدى اي حدا يحط على اليوتيوب يعمل بحث اذا بيلاقي هاي الفكرة نازل على اليوتيوب من قبل اخي تعو حاكوني بالتعليقات يعني مو تحدا نبي نفسنا اللي قال لك والله ابني الشام شافحة لا والله بس هاي الفكرة من عندي لانه هاي الفكرة كنا نستعملها على ايامات سورية وعندنا نشتري اقفاص مثلا مستعملة نجيبها على البيت بها الطريقة هاي اللي حتشوفوها انتو هاي كنا نحن نفصلها تمام؟ اذا كان فيها فاش اذا كان فيها مثلا طيور مريضة بهاي لقفاص تؤتل كل شي بكتريا كل شي جلالسين موجودة بهاي الطريقة اللي اللي حتشوفوها انتو حبابين بتمنى اخواني اخواتي على الحب النبي لحد يأثر معنا لانه هذا الفيديو كتير مهم وان شاء الله بازن الله كون انا عم اطرح لكم الافكار واطرح لكم محتوى حلو اول شي متشكر رب العالمين وادما تشكرتكم انا مؤصل بحقكم لانه عن جد تبتوا بتعليقات الله يبارك فيكم يا رب حبايب قلبي الله يحفظكم ويعطيكم الصحة والقوة خليكم معنا وتابعوا الفيديو للاخير حبايب قلبي ما شاء الله معكم ابن الشام اخواني يا حبايبي اليوم موضوعنا هو بيحكي عن كيف الطريقة التخلص من الفاش بطريقة ان شاء الله مضمونة مية بالمية طبعا متل ما كنتم لاحظين هوني القفاص كل لياتا انا شلتها من جوا تمام من غرفة العصفير تمام حبايبي فضيتها كل لياتا من المجاسم المأكليات حتى مأكليات الصغيرة اذا كنت انت حادثها انسلال تمام حبايبي عنكم هون مثلا الفواصل عنكم الارضيات الشبك وفي عنكم الارضيات اللي هي الصواني طبعا اخواني انا بالنسبة الي هلا في عندي مثلا الشغل اللي بدي يشتغله اول الشي انا بجي هلا بشيل القفاص كل قفاص لحاله ولحفرجيكم الطريقة كيف يتم استعمالها تخلص من الفاش بطريقة مضمونة طبعا اخواني متل ماكم لاحظين هون في عندي مازوت هلا انا بجي نفس الطريقة اللي هلا انا عم بستعملها بتمنى من الكل نفس الطريقة يستعملوا شوفوا كيف انا اخدت الفرشاي وبلشت اول الشي من فوق من الزوايا اللي هي اهم الشي المفصلات اللي بتجي من فوق وبتجي من تحت بتكن انتو تحاولوا تخلوا المازوت يعني متل كانكن انتو عم تنقعو نقع تمام حبايبي متل ما تلكم انا باول الفيديو عنكن بهالاراني هاي اللي هي فواصل اللي فيها مسلا بين البواب بين الفتحات اللي هي فيك تحطوا انتو فيها مسلا انتبعات المأكليات تمام حبايبي يعني بواب المأكليات البواب فهون راني هاي اكتر الشي بيقعد فيها الفاش تمام حبايبي طبعا هلا انا اخر الشي بعد ما انعى الافص بالمازوت طبعا اخواني هلا متل ما لاحظوا انتو شايفين المناطق اللي انا عمركز عليها هي اهم الشي المناطق حتى الحديدة اللي هي بالنص كمان انا هاي هلا انتو حتشوفوا بعينكن بشيلة كمانة وبيكون تنظيف كامل الافص مية بالمية باذن الله لحتى تضمن انت بعد اذن رب العالمين ان شاء الله ما عد فيه شي اسمه فاش هلا انتو متل ما يكون ملاحظين حتى السقفية بفكة وهاي الحديدة النصانية متل ما كنتو ملاحظينها يلي هي على الطاولة كمان كله بنقعه بالمازوت تمام حبايبي وبيكون تركيزي اهم الشي على النقاط اللي انا ذكرتها يلي هي الفواصل والزوايا متل ما كنتو ملاحظين من فوق ومن تحت ومعنى الجناب بحيس ان ان شاء الله باذن الله يعني بعد المرحلة هاي اللي هي مرحلة التنظيف بالمواد التنظيفية مثلا اللي انت متواجد عندك اللي هو مثلا الفيري سائل الجري اي نوع ان كان مثلا تمام حبايبي طبعا اخواني انتو اللي هتشوفوا اشتون انا عم نظيف كيف فتحت الباب تمام يعني بهالطريقة هاي متل ما يكون انتو ملاحظين كمان هون عنكون مكان المآكل تمام حبايبي بهالطريقة هاي متل ما يكون ملاحظين لانه بحيس بجوز مثلا نكون على الآن على الزوايا او من تحت او مثلا ممكن يكون مثلا من فوق بهالطريقة هاي تنقعوه نقع بالمازوت وبالفرشاي لحتى ان شاء الله باذن الله يعني تتطمنوا انتو بعد اذن رب العالمين ان شاء الله انه ماعد في شي مية بالمية باذن واحد احد طبعا هون اخواني متل ما انتو شفتو قلبتو انا على الجنب الثاني هلا صرت انا عم اشتغل هلا من جوا بحيس من برة خلصت برجع باشتغل عليه كمان من جوا لحتى يعني اتأكد مية بالمية مكان مثلا المجسم اللي كان موجود بنطفو البواب اللي هو الباب الافص او باب المأكليات من جوا كمان لازم يكون انا بنطفو تمام حبايبي هلا متل ما لاحظتو انتو انو انا كمان قلبت حتى من الجنب يلي هو الاطراف كمان من جوا بساوي وكمان بساوي من الموضوع يعني انا بعمل حسابي انو تنظيفة كاملة خارجية وداخلية مو بس انو من من برة عملت له مثلا ناعة او تنظيف لأ بحيس كمان من جوا لحتى اتأكد مليون بالمية ان شاء الله انو ما في شي باذن الله طبعا اخواني اذا بتلاحظوا انتو حتى المرد المرد هذا اللي هو الحديدة الطويلة كمان شلتها انا وساويتها وهلا كمان شايفين انتو السقفية بساوية لانه ممكن يكون كمان الفاش الان مثلا بهي الحديدة النصانية فبدي اشتغلها وساوية ونظفها لحتى انو اضمن ان شاء الله ما يكون فيه بعد اذن رب العالمين طبعا انو اي فاش الان بهي الحديدة تمام حبايبي يعني تنظيفة لتكون تنظيفة مزبوطة مية بالمية طبعا انا نظفت الافاس كله ياتا الافاس اللي عندي بتتجاوز تقريبا لثلاثين افاس فاخري كريم اذا انت عندك يعني افاسين او ثلاثة فما لح تاخد وقت منك كتير طبعا انا قطت مني اقل الشي بالاسبوع مشاني اطولت عليكم بتنزيل الفيديو طبعا اخواني انا برجع بعيدو بكرر انو الحمد لله فضل الله عز وجل ما عندي اي فاش بس انا بحب نظف العصفير او لقفاص قبل مرحلة تزاوج متل ما اكم لاحظين شفتوا الحديدة كيف انا نظفتها مية بالمية بالمازود تمام من بره ومن جوه بشد ايدي بحيس اي شي يكون على الان ان كان في فاش ولا اي وصق او اي شي نكون بذن الله مية بالمية عم ننظف نحن بطريقة سليمة طريقة صحيحة ومضمونة بعد اذن رب العالمين ان شاء الله بذن الله طبعا هاي المرحلة او هذا التنظيف كتير مهم لموضوع قبل التزاوج يعني انت اذا وصلت مثلا لشهر 12 او شهر واحد هذا الشغل ما فيك تشتغله تمام حبايبي هذا الشغل فيك تشتغله انت امتا فقط وتكون مثلا انت ما عندك لسا بلش بالمرحلة التزاوج او ما بلش الساعة بالتجهيز كنت انتبهوا لهذا الموضوع يعني انت عندك مثلا فحولة وعندك اناتي بحيس انت ما عم تزقون او ما عم تزاوجون تشتغل هذا الشغل اللي انا هلا عم يشتغله حبايبي انا مفضل بابل مرحلة التزاوج الصير هذي التنظيف افضل واحسن لحتى ترتاح انت ان شاء الله ترتاح لطيور وما يصير عندنا لا سمح الله اي مثلا نقطة صودة عن الفراخ لا سمح الله مثلا اي موضوع مثلا الفاش ولا غيره ولا غيراته فالافضل انه تعمل تنظيف حتى لو انت شاري ونحكي اذا انت شاري مثلا قفاص مستعملة او اذا عندك قفاص انت قديمة زائق فيها هداك الموسم طبعا هون اخواني انتوا حتلاحظوا هلا في عندي خل التفاق حاطوا بالمي تمام حاطوا بهذا المرش وبرش الزوايا وبرش عند البواب وبرش عند المفاصل اللي هي المفاصلات الموجودة عند البواب وعند البواب المآكل كمان حبايبي يعني بحاول انا كل شي مكان ممكن يععد في الفاش تمام طبعا ما تنسوا انه انا كماني حتى المجاسم كمان نفس الطريقة غاسلة بس انا مش هم يكون فدي كتير طويلة عليكم ما فرجتكم كيف غسلت المجاسم وكيف غسلت الارضيات وكماني الفواصل او العوازل اللي بتكون بالنص كمان نفس الطريقة غسلتها بالمازوت وغسلتها بعدين اخر الشي بالسائل واخر الشي بخيتها بيخل التفاح متمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو نانا عجابكم كما معكم ابن الشام